مرحبا معنا المصورة فاطمة بنت أحمد الدوح وفاطمة ممكن تعرفيننا بنفسك شوي وعن شون بديتي في التصوير مرحبا خد مريم أنا بديت التصوير تقريبا يمكن قبل عشر سنوات أو أقل في البداية أنا كنت مهتمة بالتصوير من صغري من يوم أنا بعمر صغير مراهقة وأنا مهتمة بالتصوير لكن بعدين لما دخلت الجامعة أخدت كلاس التصوير في هالكلاس تعرفت على أنواع الموجودة في التصوير مثلا ستيل فوتوغرافي بورتريت ستريت فوتوغرافي ايش ديار والضعف فوتوغرافي وبعدين اخترت لي المجال اللي أنا يعجبني فهاي الكلاس التصوير اللي خدت ساعدني إن أفهم أنا في أي دايركشن أبي أروح وعقب بديت رحلات تطوع كنت أروح مع الجامعة أروح بعد مع منظمة غير ربحية اللي هي روتا عندنا في قطر سافرت معهم ومن هني لما كنت أساوي فولنتير كنت في نفس الوقت أصور فهني اكتشفت ماي باشن وشغفي إني أنا أحب أسافر أحب ألتقي بالناس وستكشف واكتشفت إني بعد أحب أصور يعني أحب أوثق هاي اللحظات فمتني عرفت بالضبط أنا شنا أبي أسوي وستمريت وقلتي إنك بديتي من الجامعة فهل هاي يعني الدراسة كانت يعني من ضمن الأشياء الأساسية اللي كنتي لازم تتعلمينها أو أنت يعني هل دخلتي بتصوير في الجامعة من الفتاية؟ إيا أنا كنت أنا ماي ميجور كان جرافيك ديزاين فأعقب كان عندي ألكتب فاخترت فتوغرفي فهني عرفت أني أنا I'm very passionate about photography كنت يعني ما حط كثير أفرت في شغلي بس الحمد لله كان يطلع شغل حلو كنت أستمتع جب درجات زينة في الكلاس فعرفت أنهاي ماي فيلد وthrough this course عرفت أني أنا وين بيركز لأن عالم التصوير كبير يعني فيه fashion photography فيه food photography فيه photojournalism في commercial photography فأنا عرفت أنا وين بيركز وحسيت أن أنا between art وhumanitarian documentary photography يعني أنا مهتمة بالمواضيع الإنسانية بالمواضيع الوثائقية في نفس الوقت أحب أن يكون شغلي artistic أو creative so basically it's like I document humanity creatively حسنا صح كلامك حسنا الواحد لازم يجرب بالذات وهو صغير أو يعني في الجامعة أو حتى لما يكبر أن يجرب أشياء كثيرة عشان يعرف شي يحب فحسنا لازم تكون هذه الأكسperimentation لازم تسوي بورتريت أو أرخيتكتشور فطوغفة تشوفين الشيعة جبتش وإيش اللي you know pushes you وظن قدرتي أنت تدخلين التطوع اللي تسوينا واللي كنت تحبين أنت تساعدين أو تروحين في هال you know these trips وبعد حسيت أنه في حتى anthropological approach exactly exactly yes yes الأشياء يعني البدات المواضيع اللي you cover أن الأماكن اللي تروحينها مبناص واجد يعرفون عنها ويعني العادة القاليد اللي توثقينها it's شيء جديد exactly yeah يمكن حتى yeah sorry لا لا حسيت أن حتى photography influenced my decision بعدين في my education يعني أنا في البداية بديت ك Graphic Designer في هال Major Graphic Design اللي هو part of visual communication بعدين قلت أنا بطخل في photography فدرست في الماستر Photogranism and Documentary Photography عقب قررتك من البيتش دي في يوم يوميات بكمل يعني خط ما يجر اللي هو Media Communication and Culture بس بعدين في أول سنة حسيت لا I will go back to visual anthropology لأني أحس أن what I do is connected to cultures لأني أنا روح أموكن ناس ما يروحونها استكشف ثقافات ناس ما توصل لها I create a body of work اللي هو يكون pragmatic وبواتي يعني it's informative بس في ناس وقت it's creative or it's aesthetically pleasing مشاهلا سويد الحين تسوي البيتش دي على visual anthropology not yet يعني I'm planning to switch أنا بديت the first year في media communication culture خلصت خلصتنا واحدة so خلصتنا في media communication culture بعدين وقفت حسيت what I want to study لأن كان my thesis عن the effect of media on a primitive tribe أو the isolated tribes اللي موجودين شنو شنو the effect اللي ممكن يصير عليهم بسبب smart phones بعدين حسيت ان مو بكزاك لها اللي أبي أسوي اللي أبي أسوي اني أنا أسوي محتوى عن القبائل نفسها شلون تعيش شلون هالكولتر it will vanish يعني I'm still I'm still figuring out ايش بأكمل في الـ PhD بس أحس ان photography is definitely part of it it's very very interesting شون you're following the path وبعد pivoting ان لو الشي it's not working أو يعني yes أنا يعني يعني تحركين أو يعني تغيرين المجال يعني yes اوكي أنا بديت في هالشي فلازم أكمل لا الواحد أصلا يحتاج بعض مرات يغير أو يعني بدات الـ PhD ياخذ سنين و لات الـ interest وبعد يعني كثير البحث والأشياء اللي تسوينها فالعملات الـ specialization يتغير أو الأشياء اللي تشوف يغير بعد التروجيكتوري شويفة I agree أنا دايما أقول حق اللي حولي إن إذا أنت بديت ميجر وحسيت نفسك أن this is not what you want أو ممكن أن أنت مستمتع بالقدر الكافي لازم توقف تعيد حساباتك يعني ما في داع أنت تكمل في درب أنت حسيت غلط يعني مو بغلط الواحد يغلط بس غلط أن يستمر في الغلط يعني حتى I'm enjoying this major enjoying this job whatever it is دايما أسأل نفسي هذه وأكمل حتى في البيت جدي لما شوية تعفين بي جدي مو سهلة الشهادة هذه مو سهلة فلما تدخلين ها تلاقي صعوبات في أول سنة حسيت إن لا أنا شوية أبي غير أبي أبي تريد على مي تيسس فوقفت كمال سنة وكان مي ريفيو إن إس ريفيو إس ريفيو الحمدل لعلي سوبر فوقفت لأن أغير شوية مي تيسس وحتى الميجر كل يعني أحس يبين شوية يكون ريليت بي بي تو فيجول أن أكثر أو يمكن يكون براكتس بي أكثر من أن هو ترادشنال بي لأن ترادشنال بي بيكون كل ثيري وكتابة ما أريد هو أن يكون عندي شغل براكتس أني أقدم مثلا شورت دوكيمنتري مع رتن بي يعني يكون بوس عندي ثيري وبراكتس أظن أن هالبراكتس مهم بعد أن يكون في الاثنين مو بس ون كذ الثيري لو الوحدي بس يسوي ثيري في النهاية ما يعرف اللي يصير في الحقيقة يعني يعني فالواحد لازم يطلع ويشوف what's happening فيمكن نقدر نتكلم الحين عن الجائزة اللي خطيها وهي حق جائزة شيخ سعود الثاني للمشاريع و العمل اللي قدمتي يعني I'll share الصور الحين ويمكن بس شوية تتكلمين عن تجربتك إن شاء الله قدمتي شكانت الظروف شوية يعني إيه إن شاء الله سو أنا أول مشروع سويته يعني خلني أقول اثنوغرافك أو ريليتت توا ترايب كون في السودان كنت رايح أغطي أستكشف قبيلة عربية هاجرت من السعودية راحة السودان فرحت عش معهم ووثقت هناك فمن هني أنا عرفت إن هال طاف هو اللي أحب لأن كنت مستمتعة في وكنت حاصة أن أنا I can get rare access to remote areas يعني أنا عندي الكارج أني أنا عادي أسافر أروح السفر متعب السفر غريب أنت رحين عند environment أنت مو متعودة على أكلهم على حياتهم على جوهم وما تعرفين بيتقبلون او لا تكونين شوي يعني مستحية شوي أصور ما صور شنو ما صور يعني الموضوع حتى فيه ethics من أهم الأشياء لما ويني دوكيمنت لما توثقون حياة ناس أو حياة قبيلة ويد مهم موضوع الأثيكس والأخلاقيات فخاي كانت تجربة هي أول مشروع لي كان في السودان منها عرفت أن أنا أكمل على هالفا فقريت أكثر عن قبائل كثير ووحدة من قبائل قررت أن أوثقها كانت قبيلة الكلاش وقررت أروح في 2020 في البندميك يعني عقوب ما شوي خفت خفت وشوي علينا أمور السفر لما قالوا أن أسموح حين السفرون أنا على طول خطت رحلة ورحت لودي الكلاش في باكستان وهناك أنا دائما كنت أتشوف ساعات لما أنا أفتح موضوع مثلا أستشير هالي أقول لهم أنا ناوي أوثق هذه القبيلة مثلا يقولون أوكي بس لما تخلين في جوجل في ويت صور لهم لا لا هو مش موضوع صور هو مش سوبر فش لنا والله بروح في مهرجان عندهم بروح أصور لبسهم وشكلهم وبروح لا عندهم ريتشولز عندهم أشياء يونيك وما رح تعرفهم إلا إذا رح تعيش معهم فمهم عندي أروح أعيش معهم فلما كنت أخطط الرحلة كان الهدف أني أروح أعيش أصور وأوفق العادات والتقاليد العادات والتقاليد اللي يسونها بشكل يومي أو حتى في المناسبات فقريت عن المهرجانات اللي عندهم هم هذه قبيلة الكلاش هي قبيلة أقلية أنا ويد أهتم بالأقليات سواء الأقليات العرقية الأقليات الدينية ليش؟ لأني معجبة بقدرة الإنسان أنه هو يحافظ على ثقافته وإرثه في وجوده في بيئة واختلفة ويد هالشي يثيرني يعني خليني مهتمة أكثر أنه شون يقدر تقدر مجموعة أو أقليا أنه يتحافظ على ثقافتها من التغيير في بيئة تكون مختلفة عنها لما قريت عنهم شفت أنهم عندهم ثلاث مهرجانات وهالمهرجانات يسوون فيها رتشويلز يسوون فيها طول مهرجان فقررت أروح في فترة الشتاء وطبعا فترة الشتاء وايد 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 برد المكان وايد برد وايد صعب أكلهم غير عاداتهم تقاليدهم هم قالوا لنا أنا أول عربية وصلت هناك ووثقت على كلامهم يعني فكنت أدري كنت عارفة أن أعلم أنه يكون صعب عليهم بس كنت مستعدة فبس ما كنت مستعدة حق شيء ما كنت أدري عنه ما عندهم في مهرجان الشتاء اللي هو يسمونه Chimes Festival اللي هو مهرجان الشتاء هو أكبر وأطول يعني أطول فترة مهرجان يسمون فيها طقوف بس عندهم ثلاث أيام ما يسمحون فيها للغربة أن يدخلون لسترينجرز موب ألاود إلا ريرلي يعني إذا في عندك كنكشن عندك أكسس إذا أهم حبوك يعني مش بسهولة إتي تدخل عندهم بس سبحان الله أنا رحت وأنا مادري فأول يوم أن إحنا في هالأيام ما نستقبل أي سرينجر إحنا بروحنا الكلاشيين نكون موجودين إحنا نسويها وما نستقبل حد فسبحان الله قعت مع العيلة وشرحت لهم وقلت لهم أن أنا يا أهي أوثق هالشيء أنا أنا حابة الناس تتعرف عن ثقافتهم لأن كل الصور اللي شفتها أونلاين هي عبارة عن توثيق حق مهرجانات رقصهم لبسهم أنا يا أهي أوثق الريتشويلز التقوس الأشياء اللي بتختفي اللي بتتلاشى العادات وتقاليد اللي رح تتلاشى ليش؟ لأنه خلاص الأجداد يتوفون يروحون فتروح عاداتهم تقاليدهم معهم الجيل اليديد يروحون يدرسون في الجامعات فتخطلط خلاص تروح عاداتهم القديمة تختفي فقررت أني أروح أوثق هذه الأمور عندهم والحمد لله عقب ما قعت معهم شرحت لهم وما كان شيء كل جسهل أعطوني موافقة أني أنا قاعد عندهم وهي أكسس وايد رير لأنني ما شفت أنا حاليا ما شفت مصور ثاني وثق هاي الريتشويلز يعني ممكن يكون فيه بس أنا حاليا ما أمر عليه يعني هالشي فأيو سو كراود والفخورة بنفسي اللي قدرت أقعد هناك واحترم طبعا عاداتهم وتقاليدهم كان شرطهم أني أشارك معهم في كل الريتشويلز وما رفضت هالشي لأن أنا احترم اللي هما يساويون وكنت دائما أستأذن قبل أسوي أي شيء كنت أستأذن وأخذ موافقتهم في مهرجان الشتاء وثقنا تقوسهم وبالأخص على ثلاث أيام من ضمنها الشنجا نايت اللي هي ليلة النار من ضمنها البيوريفكيشن نايت اللي هي ليلة ليلة تنقية ليلة أتفقع سوونها ليلة بالعربي تنقية والله ما يستحفرني الحين الترجمة بالعربي بس أن الرجال لهم النساء لهم لهم لطقوس خاصة والثالث يوم اللي هو يوم يساويون فيه مسابقات خاصة بين النساء بين مجموعات وتستمر طقوسهم حتى يمعون نوع معين من النباتات ويساويون من نسلة كل هذه الطقوس هي كلها طقوس دينية خاصة فيهم ومع الأيام قاعدت تتلاشها فأنا أول سنة رحت وبعدين حسيت أني أنا ما قدرت أوثق بالقدر الكافي لأنني رحت فترة ما حسيتها كافية فرحت سنة ثانية في 2021 والحمد لله بعد سمحوني أني أنا أدخل ثاني مرة بعد احتجت موافقة منهم وقدرت توثق أكثر في السنة الثانية وكنت ناوي أروح السنة الثالثة بس بسبب بالأسف يعني ظرفي الصحي لأنني تعرضت حق هذا في 2022 ما قدرت أروح ثالث سنة فيا شنو أحب بعد أشرح أمور أكثر عن القبيلة أنت في البداية تكلمتي شوي عن شون تختارين الموضوع اللي تروحين وتوقينا وتصورينا وبعد العادات والتقاليد بس أنا حاب أعرف شوي أكثر عن شون تختارين الموضوع في البداية شون قررتي يعني في كثير من المنورتيز اللي يعني موجودين في العالم ليش خترتي بالذات هاي القبيلة اللي في باكستان وبعد إن مشاء الله توني أطالع إن أظن شو اسمه The Religion أنا من أول مرة أسمع عنها فحس إن هي صد شي عادات قليل بضية يعني يعني بضية اكزاك صح ما سمعت عنها من قبل فشون في البداية شون أصلا اخترتي هالموضوع وقررت نجت رحين وبعد حابة إن بالإضافة نتشت تكلمين شوي عن الاثيكس عشان أظن هاي شي جدا جدا مهم لما الواحد يروح صور الناس وش الاثيكس اللي بعد يعني شون الواحد يعني لو ما يعرف إيش لاشي لازم يفكر عنها قبل ما يدخل أو يصور الناس صح راح أتطرق إن شاء الله حق الاثيكس السؤال الأول هو شلون أنا أختار هو تبعي أنا أنا أتبع اللي أنا يهمني أشوف أنا شنو مهتم بشنو أنا مهتم مثلا شفت صورة قبيلة الكلاش عجبني لبسهم أنا مصورة أحب الألوان أحب الوجوه أحب بورتر الفوتوغرفي فلفت نظري الشكل أوكي أقوم أقرأ عنهم أسوي بحث أبحث 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 شفت في أشياء عندهم أشياء تلهمني أكثر أشياء أبي عرف عنها أكثر مش موجودة أونلاين أقوم أخطط أقول يا بيلا رحلة مثلا حق القبيلة الفلانية أنا عندي لستة وإن شاء الله أقدر أغطيهم كلهم ففي هالسنة كنت حاسة أنا أبي أروح أغطي قبيلة الكلاش لأن أغلب الصور هي مجرد تغطية رقصهم وليح لبسهم وإذا تسألون أي أحد عن قبيلة الكلاش يقولون لكم هي القبيلة التي أصولهم ليس أصول باكستانية وهاي معلومة خطأ وما يشوفون أن أصولهم أصول أغريقية يتبعون لليونان لأن أشكالهم فيها شقر فيها عيون زرق وهي معلومة غلط وتأكت منها لما عشت معهم وسألتهم تأكت منهم أو يقولون لكم أهم أعمارهم طويلة لأن هم يخبطون ما بين قبيلة الكلاش وقبيلة الهنزة أو أهل الهنزة اللي هما في وادي هنزة أهل الهنزة هم مسلمين مختلفين هذول اللي كانوا معروفين بطول العمر وبالصحة هذول مختلفين فالناس يخبطون فلما أشوف أنه فيه مستقبل أو أشوف أنه قبيلة يعني يبين أنه عندها ثقافة تتلاشة عندها مثلا قريت معلومة عن الكلاش أن عددهم قاعد يقل لأن جزء كبير منهم قاعد يسلم فتعفين لما يسلمون خلاص كل العادات والتقاليد تختفي لأن خاصة هالمعلومة صح هالمعلومة صحيحة ليش لأن لما يكبرون يروحون الجامعات يلتقون بال يعني مثلا البنات أو الشباب يلتقون بال مسلمين هناك فقم مثلا البنت تلتقي بشاب مسلم تزوجه فهي لازم تحول دينها عددهم يعني من 30 ألف وأكثر تلاشى على السنوات وصل حاليا أربع تلاف تقريبا شخص غير هما اللي يقل عددهم بعد أن هما يحاولون ما ينجبون كثير لأن عندهم واحدة من العادات والطقوس المميزة عندهم أن حقب الولادة الأم لازم تقعد في المترنيتي هاوس وهو بيت للنساء تقريبا إذا مخبصني يا شهرين يا ثلاثة تنفترة طويلة بعيدة عن زوجها وعن عيلتها فهي الشي ما يساعدهم أنهم يجبون أطفال أكثر فعددهم قاعد يقل فأنا لما شفت أن عددهم يقل وعدد منهم كثير قاعد يحول دينها فشفت أن هاي ثقافة متلاشية تستحق أنها تتوثق فتوكلت على الله ورحت فأنا في البداية أحط الفكرة أبحث عنها أحط النقاط اللي بي أوثقها أتواصل مع ناس موجودين في البلاد هنا سواء شركة أو ناس بتعاملين من قبل مع هذه القبيلة وأنا أضم لي رحلة وأتوكل على الله هاي بنسبة حق السؤال الأول إذا عندك أي سؤال ثاني غير يعني إلا علاقة بالسؤال الأول عشان أتحول على نقطة الأفكس أو الأخلاقيات أظن أن هاي شي مثل ما قلتي أن صج هاي يعني قبيلة أظن أن خلص عادتها وقتقاليتها يعني بدأت تقل بزيادة و لماذا قررت أنتش تختارينها أصلا أنا شوي حزينة بعد يعني لأن أنا أحب كل إنسان يحافظ على إرثة وثقافتها لما رحت السنة الأولى تخيل من السنة الأولى ليس السنة الثانية أنا رحت ألفين وعشرين بعدني رحت ألفين وعشرين شفت فرق كبير تخيلي في السنة واحدة شفت فرق كبير في الناس وفي طريقتهم وفي عداتهم وفي تقاليدهم شفت فرق فقعدت تفكر أقول في خلال خمس سبس سنوات شو بيصير فكنت كيف لاصل السنة فرقات يعني السنة فرقات أول سنة أنا رحتها يمكن شخصين كان يتكلم إنجليزي يعني أغلب الأطفال والمراهقين واللي أكبر تلعشرين وثلاثين أغلبهم من سنة وهم يتعلمون إنجليزي ماذا تغير يعني هل بدأ يعني السياح يجون بزيادة يعني بطريقة أكتر عشان أو يعني ليش تغير ومش السياح السياح من زمان أيون دخول الإنترنت هو هاي نفسها ريليتد تومي اللي كنت أسويها في البيتش دي أنا كنت عندي في البيتش دي أنا أؤمن أن يعني أعتقد يعني كفي البيتش أن في اللي هي أطروحة الدكتورة أن الإنترنت ودخول الهواتف الذكية دخولها على مجتمع نوعي يغير يغير الثقافة ويخليها تتلاشى ففعلا لما بدأ يدخل عليهم الإنترنت عندهم هواتف ذكية الأطفال المراهقين الشباب كلهم يتأثرون باللي يشوفون في الانترنت ويقررون مثلا يروحون المدينة يقررون يدرسون يعني أصلا حتى التعليم زاد عندهم قبل الأغلب يدرسون للمرحلة معينة ويبعدون في القرية أو حتى في الوادي أحين لا خلص يروحون جامعات يتكلمون إنجليش يأخذون من عادات وتقاليد اللي موجودة في المدينة فالنبس يتغير التزامهم بالطقوس عندهم كثير طقوس من ضمنها واحدة من الطقوس الحلوة عندهم إن المرأة مستحيل تمشط شعرها في البيت ممنوع إذا بتروح تمشط شعرها تأخذ شعرها وتأخذ المشط وأغراضها وتروح على النهر تمشط شعرها على النهر يعني هذي الشيء ما في نقاش ما يصير تمشطين شعرتش في البيت إلا دي كنتي طفلة تحت الـ 12 سنة من طقوسهم من يروحون على النهر يمشطون شعرهم تقص ثانية إنه في في بيت النساء أو معرفة اسمها بالعربي بالضبط إنه يكون تدخلها البنت شهريا أو تدخلها المرأة قبما تولد في كثير طقوس عندهم شوي 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 تتلاشة مع الجيل اليد ودخول الانترنت عليهم فكان عندي هاي شيء مهم من يروح أوثق قبل كثير أمور تتلاشة وتتغير صح أظن بالذات الغلوباليزيشن واجد حتى تسمعين عن قراءة في اليابان وشوان كانوا يعيشون حق سنين يعني يكبرون يعني 100 سنة وبعدين من دخول يعني الدونالد والأكل وما بد إيش يعني حتى لايف تنسي يقل يتغير صح بالضبط العالم كله صار يتغير من هلا أشياء و بالأسف يعني مستحيل أن الواحد يعني تأفويد يعني تأفويد طريقة خاصة يعني بدأت هالشياء تدخل في العالم كله صح صح أنا أحسني تساعد يعني أنا أحسني تساعد ليش لأن أنا أحب أن كل ثقافة يعني كل بيئة أو كل مجتمع يحافظ على ثقافتها لك حرية أنك تغير دينك وإلى آخر لكن العادات والتقاليد الأرض أحب أن الشخص يحافظ عليها فأتساعد يعني حتى هذه المنطقة الثانية اللي هي وادي هونزا اللي رحت أوثقهم في 2022 وصدني الحادث هم نفس الشي معروفين بطول العمر معروفين بالصحة لأن أكلهم صحي لكن نفس الشي مع دخول التكنولوجي والإنترنت عندهم والسياح الأكل تغير صار ممثل قبل ونفس الشي حتى صحتهم تتغير حتى طول العمر يتغير طايا سبحان الله هاي بنسبة حق السؤال الأول يذهب من الطرق حق السؤال الثاني اللي هو الأتكس هاي موضوع بالنسبة لي ويد مهم وكثير من المصورين الوثائقين ياختون ترينيج في هالموضوع قبل لا يطلعون يصورون بالذات المواضيع الإنسانية اللي فيها تشلدرن اللي فيها خصوصية برايدسي أول شي انت لازم يكون عندك أكسس وعندك كونسنت لازم يكون الناس الرايحة تصورهم هم موافقيني تستأذن حتى وانا معطيني انجنرال أبروفل وانا عندهم في القرية كل يوم أقوم الصبح إذا شفت مثلا أمهم تطبخ ولا جارتهم تغسل ثيابها ولا شي دائما أستأذن مرة ثانية إذا أقدر أخذ صورة لأن يعني يومها هي قاعدة بلبسها العادي اليومي ما يصر أي أنا أطفل عليها لازم أتأكد لي هي موافقة ان شي زوير ان أنا قاعدة أصورها وأشرح لها ليش أنا أصور مهم بعد تشرحي لهم أنت ليش الصورين طبعا اللغة language barrier بعد هي لا دور يأثر في الcommunication لكن أحاول قدر المستطاع ف في النهاية لما تروح هناك كمصور لازم مهما اختلفت الثقافة مهما حسيت أن ثقافتهم غريبة وفعلا كل ثقافة فيها إشياء بالنسبة لأنه ممكن تكون غريبة وبالنسبة لهم يمكن يشوفون إحنا عاداتنا ثقافتنا غريبة فنفس الشي لما أروح هناك أحترم اللي عندهم يعني حتى ما تشرط في الأكل أنا أكل من أكلهم باللي ناصبني إذا حسيت ما يناصبني أم تنعى الأكل أنا الأكل إذا ناصبني أكل بس أنه ما ألزمهم يطبخوا لي أكل معين ولا ألزمهم أنه والله لازم أكل يعني بمستوى معين اللي موجود طريقة حياتهم أنا رايح أوثقهم خلاص أعيش حياتهم مثل ما هي وأتحمل أتحمل البرد أتحمل حتى يمكن مستوى المعيشة مستوى النظافة نوعية الأكل لأن هاي حياتهم هاي لأنا رايحة وثقة يعني مو رايحة أقعد مثلا في فونتق بايبستار وهو يكون جدا تعب لكن بالنسبة لي يكون قمة قمة المتعة فأنا لما أروح هناك وكون في هالمتعة أعرف أن هاي الباث اللي أنا بي أكمل عليه وفي أمور كثير يعني من ناحية الأثكس إذا أطفال في أشياء لازم تراعينها في مواضيع محاولة تطرق لها إلا إذا أهم راضين أنهم يتكلمون عنها الريتشولز اللي اشترطوا علينا ده بتتمين وبتصورين لازم أنت موجودة معانا في هالأيام اللي رستركت هيسمونها الأيام اللي ممنوع فيها يدخلون سترينجر يجب أن تشترك معانا تلهم وريهمكم تشترك ما عندي مشكلة مشاركت معاهم كاحترام احترام لهم واللي سوونا وكانت تجربة جدا جدا فريدة ومميزة هل هذه مات النار واحدة من التقوص ممكن تشوحين شوي عنها إن شاء الله وضع الفيديو اللي يعني هو 15 ثانية بس أني إن شاء الله إن شاء الله برسلكم بعد إن شاء الله فتحي أكثر في مهرجان الشتاء اللي عندهم عندهم ليلة من أهم الليالي في القبيلة الكلاشية هذه الليلة يسمونها ليلة الشنجا أو الشنجا نايت هذه الليلة يولعون فيها نار والشباب يروحون يأخذون سعف يأخذون سعف ويحومون يدورون حوالين القرى يقولون أناشيد معينة صلوات معينة ينتقلون من قرية لقرية ويبون النار معهم يولعونها في النص والنساء يتمعون حول النار يصلون ويغنون يعني الجزء لاحظت الجزء الأكبر في العمر كانوا يصلون ويصيحون يعني هذه الليلة من أمتع الليالي اللي أنا يعني حتى أحب أكررها بس مش متأكدة أن كل سنة أصلا بيسمحوا لي أن أنا أكررها فهذه الليلة تشوفين النسوان الكبار يصلون ويصيحون والبنات الأصغر الشابات يغنون يركصون فتختلط الدموع بالابتسامة بالضحك ليلة جدا ممتعة تحسينها سبيرتشو الروحانية على اختلاف ثقافتهم لما تجدين معهم ما تحسين لما تكونين أنت في وسط هشي ما تحسين أنهما مختلفين ويد عنك تحسين أنهما ترى إحنا صد إحنا مختلفين بس مو مو به الدرجة لأنهما هما نفس الشي هما يؤمنون بإله واحد يعني هم مش وثنيين يؤمنون بالأصنام لا يؤمنون بإله واحد حتى وهما قاعدين يسوون تقوصهم تحسين أنهما مش مختلفة كثير عنهم يعني فليلة جدا مميزة وجود النار في النص ويكبرون النار ويغنون من تقريبا من الليل ليل فير يعني يواصلون تقريبا من الساعة لحسب ذكرتي من الساعة تسع لين ثاني يوم الفير الساعة سبع لين الصبح وفي الفير بعد لين الصبح فأنا أول سنة ما كنت أدري عباري خلاص يعني على الساعة واحدة ثنتين بيوقفون وروحت الغرفة السنة الثانية عرفت أنه لاهم يواصلون وواصلت معاهم لين الصبح وعندهم تقوص معين يسوونها يعني يتعطون من الليل ليل الفير ليلة ويد مميزة تسلاشة مع السنوات وأنا جدا سعيدة أن أنا قدرت أوثق ولو جزء بسيط منها وشاكرة يعني شاكرة للقبيلة أنهم سمحوا لي أني أنا أتواجد يعني لأن نادرا يعني في هالليلة يمكن أنا يمكن شفت شخص شخصين في هالسنتين سمحوا لهم أن يدخلون وكانوا أجانب يعني فالحمد لله أنا أتوقع يمكن أن أنا أول عربية دخلت وقدرت أوثق هالتفاصيل دخلت أشغل الفيديو عشان الناس تشوف إن شاء الله هاي تيزر هاي من بكفاية بالضبط بالضبط إن شاء الله رح أرسلككم بإذن الله الفوتوج وتقدرون أنتم تمنتجون كوحدكم عندي أكثر يعني حتى عندي حق الطقس الثاني شكلها خايفة حتى في الصور نشوف إننا في في يعني اموشن حزن في اموشن اكذاكلي وكنت أنا حتى مسارة بأيقول ليش البنت شكلها خايفة هاي مثلا ما الحين شرحتي إن من من التردشن زمالتهم إنه يكون في صلاوات وفي صلاوات وأتوقع البنت قالوا لها البنط الثانية إنه المصورة صورت فهي التفتت بيشوف من اللي يصورها فأتوقع فأنا احب هاي الاموشن اللي تكون عفوية لأنني كنت دوكيمنتر فتوكراف فران ما أحب الستيج فوتوز يعني ما أحب أي واحدة أقول لا سيروح أجل الطبخين ولا سيروح أجل السوين ولا لا لا أحب إيه هي في الناشرون ستنج مالها الطبيعي أخذ الصورة أو الفيديو ففلن هذه الليلة ويد مميزة أنا دايما لما أكون عندهم في هالليلة أكون أحسني في عالم ثاني فالحمد الله يعني إنه قدر سواثق ولا جزء بسيط منها السؤال الأخير عن المشروع النائش يعني بالضغط حق الجائزة يعني كل شخص يقدم هو في مرحلة مختلفة من المشروع مالها يعني ما في مشروع يكون مكتمل عشان أن الواحد يكمل فأنا حب أعرف يعني أنت في أي ستيج من المشروع مالك ويعني هل هاي شي تحسين أنه بيخلص في تاريخ نهاي أو هاي شي كاملين في لما في المشروع الجاي سؤال سؤال وايد حلو أنا لما رحت أول مرة كنت متوقعة أن هي رحلة وحدة بوثق فيها وخلاص يعني ما توقع أني بحتاج بس لما رحت شفت أن الكلتر غني ريتش وأن رحلة واحدة ما تكفي أو لأن ظروف عمل يعني وقتها أنا كنت أشتغل في السن الأول لكن تحتاج أرجع أشياء تتوثق وإني أروح على كذا مرحلة أقدر أخذ ريو أحسن يعني لما أروح بس في مهرجان الشتاء غير لما أروح مهرجان الصيف مهرجان الربيع لأن في ريتشوال ثانية في طقوس ثانية ففي بعد ثاني حق المشروع فاللي فعلا يبي يصور مشروع متكامل لازم يحط في بالان بيروح أكثر من مرة بيتعب عشان يعطي صورة واضحة متكاملة للمشروع فأنا في أي سيج أنا أتوقع للحين ما أعتقد أني أنا حتى وصلت يعني يمكن يمكن حتى يمكن 50% يعني حس أن عندي أفكار كثيرة أكثر من شذي أبي وثقها الهدف الياء إن شاء الله أني أنا شنو اللي سويت أنا رحت قعت في قرية واحدة في الوادي يعني الوادي هو الكلاش فيه ثلاث وديان أنا اخترت وادي واحد قرية واحدة في كل وادي تقريبا خمس قرى في بيوت ثانية روحها في ناس ثانية ممكن أتعامل معها في تقوص ثانية يمكن النساء أكبر في العمر عندهم يعني في عندهم شي اسمه شينغ هي مادة سودة يحطونها بس نسوان الكبار في العمر في الوي يسوونها النسوان الكبار فهي من الأشياء اللي لم أشفتها في الجيل الصغير فأنا خاطري أروح أشوف شلون يسوونها النسوان الكبار فأعتقد أني وصلت إلى 40% من اليان عبا صورة وليح مبقى 60% من المشروع إن شاء الله عندما أتحسن أرجع صور وعيش في أكثر من القرية في الوادي أو في القبيلة لأن أغلب التورس ما ينومون حتى أو ينومون ليلة وحتى يريحون يصورون مهرجون يمشون أنا لا الـ everyday life أبي صور الـ rituals اللي تصير هاي بالنسبة لي ويد مهم هي تعطيك يعني مثل ما قلتي في الـ anthropology أو في الـ ethnography تعطيك داتا تعطيك داتا عن القبيلة نفسها فأنا أعتقد إن شاء الله أن يكون شغلي عبارة عن stil photography وميبي a short documentary فيلم ويمكن حتى بوك يعني ممكن حتى يكون كتاب صغير عن الكلاش فأري بس حاول أتذكر آخر سؤال هو كان إن في أي stage أنا حاليا ولي وين آلي وين بينتهي أو متى بينتهي والله أنا أتوقع أني الـ soon as possible لازم أكون متواجدة هناك لأن مع دخول الإنترنت والـ 5G بعد بعد 4G 5G عندهم أنا أشوف تغيير كثير يعني أنا في السنة الثانية اللي رحتها الأطفال مزكين آيفونات السنة الأولى يمكن شخص واحد عندها سواري مش آيفونات بس سمارتفون السنة الأولى يمكن شخص شخصين اللي عندهم تليفون وقديم وشذي هذه المرة شفت أطفال مزكين أقلب الوقت السنة الأولى يشوف الأطفال قاعدين على كتب السنة الثانية يشوف الأطفال قاعدين على التليفون فرق كبير فرق كبير ومخيف يعني يعني هو الشيء اللي حتى أرفضه في ثقافتنا أنا ما أحب حتى أطفال ما أشوفهم موايد على الإيباد والتكنولوجي فأحس أن الـ soon as possible لازم أروح أوثق I immerse myself في هالكولتر والله يقدرني إن شاء الله أني أخلص بإذن الله هالمشروع وفي نفس الوقت يعني أنا ما راح أوقف يعني مثلا أموقف المشاريع الثانية أنا في بالي إن شاء الله بعد مشروع قادم وهو في أفغانستان شوي صعب بعد يكون هي قبيلة بعد ثانية بإذن الله وفي في كثير عندي يعني عندي لستها بعد أمشي عليها بإذن الله الله يقدرني أما بنسبة حق الأورد أو الجائزة اللي فستها في اللي هي جائزة الشيخ أفوان جائزة الشيخ سعود أنا صراحة لما ييت أشارك أنا كنت متحمسة أشارك بس كان الوقت ضيق وتخيل أني أنا أصلا شاركت في المسابقة وأنا عند القبيلة يعني أنا ما عندهم إنترنت ومو بعرفة شنون لأني أنا تأخرت بالتقديم وما لحكت أحط أحسن صور عندي أخوان ما لحكت أحط أحسن صور عندي فاخترت الصور اللي تعطيت نبذة عن القبيلة اللي صورتها في السنة اللي قبل أنا كانت في 2021 في السنة اللي قبل ما تالفين وعشرين أخترت الصور اللي تعطيت نبذة عن القبيلة وبسرعة بسرعة جهزتها ما عندهم إنترنت ما بقادرة أسوي أبلود حق الصور ما بقادرة أسوي أي شي لأن الإنترنت ما لهم وائد وائد ضعيف فتحت الانترنت اللي في تلفوني مو بقدر أسوي شي بزور قدرت أحصل الانستجرام أرسلت صوري حق واحدة تصير لي اللي تصير لي دخلت هي في الإمارات دخلت على الويب سايت سويت أبلود حق الصور أعطيتها التكست كل الانفرميشن قلت لها كتبي كذا 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 يعنيتها كل الديات كل الانفرميشن وهي سوات لي كان ويت صعب أنا توقعت أني مرح أقدر فسبحان الله قلت لي أنا سويت سابنة قلت اللهم لك الحمد وكانت فرحة ويد كبيرة لما قالوا لي أنا فسب الجائزة لأن الوضع اللي أنا كنت فيه البنت الكلاشية يمي في المطبخ في الليل تسوي عيشها وقاعد عندها مضر شنوك يدها وأنا حاول أسوي أبحود في اللابتوك وما يصير ومتوكرة وسبحان الله الحمد لله نيتني فكرة أرسل يعني لماذا ما توقعتها الظروف لما قلتيني أنك كانت يعني ما كنت تقدمين وما توقعت هاي الظروف يا استخيلي معاهم حتى أقول حق أنا لأن خالي يكون دايما خالي دايما يكون يعني في الرحلات فأقول حق خالي يعني أنا يدفس بها الجائزة يعني أنا بكون كراود لأنه ورعي وانا قاعدة في البرد بردانه وما نمت وفي المطبخ مع البنت لأنها أحسن مكان شوي في انترنت من تلفوني فاتحة كناكشن أريده وأحاول أفعل 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 وأفعل ما حpas أفعل وأحاول أفعل أفعل وما أصر لو فيه اي نصيحة يعني لو فيه حد يربي يمكن يبدأ يصور او ما يعرف شون يقدم حق مون بس هالجائزة بس يعني يقدم بشكل عام فيه اي نصيحة يعني تعطينا حق مصور هو بادي في هالجورني اي نعم انا عندي النصيحة هي لي قبل لتكون حق عيشة ثاني ابدأ كلمة ابدأ مهم انك تبدأ انا سنواتها اجل لاني ما تعجبني صوري لازم تكون لازم يكون لو الاطراف ملت الصورة مضايقتني يمكن ما اقدم على مسابقة ايوش ولي انا ما حب المسابقات التجارية صراحة المسابقات اللي تفعي فلوس عشان تفوزين انا ما حبها انا حب المسابقات اللي تقدر فن الفنان اللي فعلا هي تكيس فنك افداعك وانت تستحق الجائزة فانا ما شارك صراحة في المسابقات تجارية اشارك في المسابقات اللي فعلا تكون ملهمة تقدر فن الفنان فانت كمصور او كفنان ابدأ لا تتأخر اذا حسيت انت مقتنع بشغلك وحصلت ولو اطراء بسيط من الناس اللي حولك توكل على الله وابدأ لانا ما في حد شغلة كامل وانا سنوات اجل وتحسفت اني اجلت فترة طويلة يعني فالحين بدنا لا قاعدة احاول قدر ما استطاع اني اشارك في لانا من اول ما بديت يدني عروض وتوصلت معي بعض المصورين اللي يبني عرضون مشروعي في معارض ثانية فالنصيحة اللي يقدر اقولها ان ابدأ لا تأجل لا تؤجل عمل اليوم الى الغد لا تأجل ابدأ يعني حتى لو مستوى شغلك ملا هالدرجة ما انت تستفيد حتى لو ما عفست بتستفيد انك انت تحصل نقد بناء تعدل شغلك السنة الجاية تحسن من شغلك وتشارك بشغل يمكن انت تكون فخور فيه اكثر اصلا المشاركة نفسها انا بالنسبة لي مشاركة في حد ذاتها هي تسطل موهبتك صح وبعد الواحد لما يقدم يعني الواحد بعض المرات يرسلون لأشياء يعني شون يحسن او يعطون فيه شي جدا مهم صح صح نقد بالضبط نقد بالناء يساعد انه يطور من نفسه لانا اذا انت عايش في البابلا يعني سنوات صراحة كنت مستمتعة بالبروصص ما كان هم مني اصابي بابلشنج حق شغلي مستمتعة بالبروصص حتى بديت في دراستي يعني من كثير مني هاي ماي باشن حتى دخلتها بالدراستي وما كان هم مني ان انا سنطبلشنج مع انه في مصور يعني انا وثقت قبيلة الرشايدة انا اتوقع اني ثاني مصورة عالميا انا مش متأكدة ما اقدر افتي تصور هاي القبيلة واول واحد اسمها ايريك لفورغ هو مصور فرنسي لما عرف ان انا وثقت هذي القبيلة سوالي فولا على انستجرام على طول يعني حتى بحثت بحثت ما شفت مصور ثاني وصل لهم وكان فيه قبلنا قبل سنوات يمكن ماضي خمسين سنة وشي باحث ياباني وصل حق القبيلة ان شاء الله ايه ايه انا لاحن هاي بعدي اعتمار اونجوين بروجيكت ان شاء الله بذن الله هالمشروع ايه يعني مجرد مشاركتك انت و جرؤتك تفتح عليك ابواب كثيرة صح شكرا يعطي شعبك شكرا فاطمة على الله يعافيك شخصي اخذي المشكورة وall the insights اللي اعطيتنا اياها عن القبيلة وعن شقلتش شكرا تسلمين وانا استمتعت بالحديث ماج يعطيك العافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة